صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما محمد صفوة الباري ورحمته وخيرة الله من خلق ومن نسمي وصاحب الحوض يوم الرسل سائله متى الورود وجبير الأمين ضمي أسرى بك الله ليلا يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلم لقبتموه أمين القام في صغر وما الأمين على قول بمتهمي أسرى بك الله الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي في عهد الإمام أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر نحن لما نشوف نهج البلاغة ننبهر لهالبلاغة وهالإبداع الإبداع باللافظ والإبداع بالمعنى ونفس الحالة بالنسبة إلى الصحيفة السجادية والمعاني البليغة التي يطرحها الإمام زين العابدين يأتي في هذا السياق عهد الإمام أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر واحد يعجب أن يكون نطقا بليغ والنطق البليغ له التأثير تأثير في جلب الضمائن تأثير في تحشيد المشاعر هذا المعنى بالشكل الكامل والأخاص هو يتجلى في خطاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وما أكثر الشواهد على هذا هالجملة هذه نستأنس بها أو بالتحدث حولها في هذا المكان المبارك وهذا الجمع المبارك وأنا أشكر الله على هذه النعمة غيرنا ما عندهم هذه القعدات هم دنيا هم آخرة شكرا لله من جملة ما ورد في خطاب أو عهد الإمام لمالك الأشتاغ يقول للإمام يحدد لمسؤولياته وكيفية الإداة يقول لها وَلَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيْءِ تأملوا بدقة وَلَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيْءِ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَى فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ بِإِحْسَانِهِمْ وَتَشْوِيقًا لِأَهْلِ الإِسَاءَةِ ثم واحد شيء يقول له وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ بِالرَّحْمَةِ بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ إِثْنَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ طبعاً هذا العهد هو دستور لإدارة البلاد دستور لإدارة المجتمع أحد المحامين الكبار في العراق بالستينيات شرح هذا عهد الإمام إلى مالك الأشتر شرح كتاب أربعمائة وخمسين صفحة يحلل الكلمات والجمل واسم الكتاب الراعي والرعية في عام تسعمائة وستة وثمانين من القرن المنصرم الميلادي إجينا في نيويورك نريد أن نشوف مبنى الأمم المتحدة فلاحظت على المدخل الرئيسي مكتوبة هذه الجملة والناس اثنان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق تحتها صغير الإمام علي بس بعد مدة فهمت أن الكلمة موجودة لكن ما أدري شنو هالعداء الأمير المؤمنين ما أعرف ذولا شي مسوي لهم أمير المؤمنين على أي حال فشايلين الإمام علي نفس الحال أتذكر أنا سنة واحد وسبعين رحت للحاج في المسجد النبوي يا علي يا فاطمة بعدها بكم سنة رحت إليا محكوكة رايحة التطورات يعني في الحالة على أي حال فالكلمة هذه موجودة على مدخل الأمم المتحدة ثقافة الإسلام قائمة على هذا أن لا يرى الإنسان امتيازا لهذا على هذا الخلق كلهم عباد الله والنبي جسد هذه الأخلاق عمليا فديوم من الأيام النبي جالس وعند أصحاب مرت جنازة ويبدو أن تشيع الجنائز بالنسبة للأديان الأخرى لابد كل له طريقته فمرت جنازة لما مرت النبي نهض وأشر مسلما طبعا هذه الحالة موجودة إلى الآن في بعض البلاد من نتمر جنازة يأخذون تحية تحية إلما للقضاء الإلهي ليس تحية للميت إنما الميت يجسد ظاهرة التنفيذ للقضاء الإلهي وإلا الله يعلم هذا شنو كان يتباهى بطاقته وعضلاته ويتباهى بأمواله ويتباهى بنسبة الآن ذليل إلى من يحمله من يحن عليه ويوصله إلى مسكنه الأخير شافوا النبي النهض وهالشكل احترم المظهر فقالوا يا رسول الله إن هذا يهودي هذه الوضعية هذه اليهود فتأمل النبي ثم قال أليس هو إنسان هذه المضمون الذي الإمام يقول له الناس إما أخل لك في الخلق أو نظير لك إما أخل لك في الدين أو نظير لك في الخلق الملفت في النظار يقول له من الأخطاء الشائعة عدم تمجيد العمل وعدم تقبيح العمل هذه مسؤولية خصوصا للذي يتحمل إدارة ولو خمس نفرات لا بد أن يتعامل بهذا الإطار الإمام يقول له ليه يكون تقع بهذا الخطأ مكان الذي يكون تشوق العمل تخليه هذا يتراخ ويحبط ومكان الذي ينبغي أن تقبح العمل تعطيه مجال أن يتطاول وشنو؟ يغتكب العمل الأسوأ ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء أكو بعضهم من يصير إدانة للباطل لأهل الباطل والله أنا الشيخ خصني أنا ويا الكل زين شون ويا الكل زين كل عمل حتى أبسط عمل هو بين أمرين إما مدان أو مستحسن ما كو عمل تاية عمل تاية ما كو جوع مقابل شبع طاهر مقابل نجس إيمان مقابل كفر لا تقول أضل بالوسط أضل بالوسط هذا هو لعب مع النفس استهزاء والمرء بنفسه إما العمل في نظرك حسن سقد يكون في نظر الناس كلها قبيح أنت وقناعاتك لكن موقف الفرد مقابل كل عمل مطلوب من الإنسان وملزم أخلاقا شرعا آدابا أن إذا شاهد عملا تتجسد فيه روح الإحسان يشوق يذكر لصاحب معنى هذا العمل فوائل هذا العمل وبالعكس علمان رحمة الله عليهم هالذي عدن من القليل ولو لا شيء الله يرحمهم هم الذين علمونا كان عالم قضوان الله تعالى عليه بالنجف أكثر من واحد خباز بدأك صوب الشارع بيته بهذا الصوب بس بينه وبين الخباز عبر الشارع الشارع هم كثير الحركة سيارات هذا السيد بمظهر الجميل والمهاب يجي إلى الخباز يأخذ الخبزة يجي بتوأد يوقف على البلوك الأخير يعني يمسك الخبزة يقبلها ويخليها على واصل يقبلها ويشكر الله فأحلى كنا في بدايات حياتنا سئلة يقول أريد أعلم الناس أن يعرفوا قدر هذه النعمة هو يجي بكل سهولة ينطي فلوس يأخذ الخبزة ما يدري أنها الخبزة عملت عليها عشرات الأيدي من غرسها بالتراب إلى سقيها إلى حصدها إلى طحنها إلى عجنها إلى خبزها شكمية لعله أمس قلت نعوذ بالله إذا إجت عارضة أو حالة طارئة ما في خبز شوفي شي تحولوا البشر الله وكيلك يطلعوا من خانة البشر الجوع الجوع ما يتحمل واحد لهذا النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر جيبوا شما تجيبون بالمأدبة جيبوا الخبز آخرا يقول لولا ليش يا رسول الله يقول إذا حضر الخبز حضرت النعمة لأن كلهم إضافيات كماليات الخبزة هذه ولهذا حتى الأدبة الفضل للخبز الذي لو لاه ما كان يوما يعبد الإله ما كان يوما يعبد الإله أفضله الخبز من الشعير وهو طعام البائس الفقير له على الحنطة فضل سامي كفضل أهل البيت في الأنام نسأل الله أن يستعلينا من التائهات من على كل أعداءنا أقوياء لكن الله أقوى أي الله أقوى وخططوهم خططوا وخططوا وبالتالي عادت خططهم عليهم وبالا لكن الخب واي مؤمنين كثير مؤمنين على أي حال اللهم منصور الإسلام والمسلمين التشويق من وظيفة الإنسان المؤمن أخلاقيا أن يشوق شفنا مثلا عالم من العلماء الكبار أمام الناس شوف حجر قاسي يعني حصه ومكسوغة هذه تمزق الإطارات ضرب السيارات هل عالم هذا ينحني على الأرض يشيل هذا الحجر يأخذي خليه بمأمن حتى يشوق الناس إلى العمل الصالح إلى العمل الذي ينفع الناس وبالعكس أيضا لما يرى نقيصة لما يرى هناك خلل في بعض التصرفات يتحرك إلى قمع تلك الحالة أما لا يتعامل بسهولة وتسامح سوى أن كان هذا الصوب أم هذا الصوب هذا يختلف مع تحمل المسؤولية وَلَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيْءِ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَى هذا خطر فإن ذلك تزهيداً لأهل الإحسان بإحسانهم وتشويقاً لأهل الإساءة على الإساءة صلوا على محمد وآل محمد عالم من علماء شيراز أيام العهد القاجاري عهد القاجاري 1830 وإنت جاي إلى 1911 حكمه أربعة من الشاهات القاجارية أحد العلماء اسم الله عليكم اسم الله علينا جميعاً أصيب بمرض في شيراز ماكو طبيب الذي يعالجه أو كذا قرر على السفر إلى طهران طهران يتواجد طبيب لهذه علال وإجى هذا السيد ذاك اليوم صعوبة السفر حديثها طويل وصل إلى طهران وعنده محفظة صغيرة بها وثائقه وما هيأه من النقد إلى علاجه وكذا إجى إلى فندق بسيط أخذ له غرفة وطلع الصباح يبحث عن ريوق إجى شيطان سرق المحفظ مالتا والسيد بقى لا يملك فلساً واحداً ولا هو من النوع الذي الله سبحانه وتعالى لا يحوزن وإياكم أن يجي وينحني لأحد بالتقدي أو كذا شوية ضل شيء متحير ثم إجدت فكرة والفكرة كانت جميلة شنو الفكرة إجى إلى مقر المحافظ محافظ طهران سموه بالفارسي استاندار والمكتب أو الديوان يضج مراجعين وكذا إجى السيد سأل شي اسم هذا المحافظ قال له لكذا أخذ القلم والقرطاس كتب هذه الجملة من أهد الإمام لمالك الأشتر ولا يكونن المحسن يكتبها هو في خاطرات وخلاها هاي الورقة بظرف غلق دخل على مدير التشريفات أو المسؤول المنظم الأخير قال لهذه وديها إلى المحافظ وإذا سألك من أبعثها قل لهنا موجود سيد جاي من شيروس هذا همراح سهدي بها ضمنها فضيلة لأمير المؤمنين شوفوا وداها وأجا قال لها قال لها خليتها أماما وقلت له بعد هو شوكت ما ناداني أنا أخبرك تم السيد قاعد والمراجعين يراجعوا إلى آخر وقت الدوام خفت حالة المراجع صفنات أجه شخص سأل أنت صاحب الظرف قال لي قال لي يصيح لك هذا ذول كانوا هم شيعة محسوبين على أهل البيت بس هم بهم قليلين الأدب يعني ما مقيدين لكن بالذات هم محبين لأهل البيت دخل السيد شاف هذا بيد الورقة سلم قال تفضل قال هاي شنو انت كاتب لي ياها قال هذا عهد الإمام إلى مالك نقل القضية بحذافيرها ومعنى هاي الجملة قال لو ليش اختاريتها إلي قال لأنك بحاجة إليها وإنت مو أفضل من مالك الأشتر ولا أكو واحد أفضل من أمير المؤمنين اللي يكتب أحسن من هذا فأنا جبتها كخدمة إلك هذا شوية ملهوك في اصطلاحنا قال أروح في دائل أمير المؤمنين دخل بمواجهة وية ومعاوية وتالي أكل الجسمة ومعاوية لفق هذا ألم بطالب ربعهم راحا ومعاوية يعني قال قال إيه مرتي مر أنا صغير وأخذوني أهلي غوغابود قال غوغا يعني ضجيج شنو هاي قال شنو المناسبة قال المبعث شوارع مليئة بالبشر قال المرة الثانية شوق الزغت أمير المؤمنين قال زغت وأنا يعني عشرين سنة عمري قال همكان ازدحام قال أشد من داك الازدحام الأول قال هذول الذي جايين هم بالسفرة الأولى هم بهم واحد جاي بي بالقوة بالجاب قال أبدا قل هم جايين من أقطار نائية وبعيدة لزيارة الإمام قال أنت زاير قبر معاوية قال هو من إلا قبر قال إلا قبر قال إذن يعني ما إلا قبر قال قال إذن من الناجح بالصفقة علي أم معاوية آلاف السنين مرت مئات السنين وأنت تشوف وتقول ما بيهم واحد جاي بالإجبار ثم أسئلك تمجد بهذا تقول ربح الصفقة وتقول ما إلى قبر ما أعرف إلى قبر فمن الرابح دنك قال أعتذر وأتراجع السيد قال لأنا بلغتك الكلمة تحول هذا هذا التشويق أيها الأخوة من تشوف لك واحد طفل سلم عليك قبل قبل عاش تيدك ما شاء الله على هذا السلام الحلو حتى يتعلم التشويق إلى أثر كبير السيد بعد ما ودع إجا لحقا للباب قدم لظرف عشر أضعاف ما سرق منه هذه من بركات أمير المؤمنين والسيد أدى ما عليه لاحظوا خلاه وأشهد على نفسه بنفسه ومن هنا يجي ذاك الشاعر محمد المسعور أو كذا يدور على قبر معاوية ما حصل رجع إجا للنجاف شف شنو هالمعلم شنو هالمزار شنو هاي أبها رجع بالتالي قل له لها قبر وغف قل أين القصور قم تعال باوع الآن القضية والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ذاك اليوم أنا رحت إلى كربلا شرلا كما الحسينية كذا رحت بعد الزيارة الزيارة كانت يوم الثلاثة يوم الأربعة أنا أنا رحت يوم الخميس فافتكرت أنا أجد كربلا خالية رحت وإذا الازدحام نفس الازدحام قلت لزاد الله شرفك يا أبا عبد الله هذه قضية مو قضية مفبركة واحد يضحك على نفسه لما يشوف هاي الأفئدة تتراكب واحد بعد الآخر شنو الصفقة الذي قام بها الحسين فكان هذا ثمنها بارك الله بصفقتك يا أبا عبد الله على أي حال إذن تلك الدار الآخرة يقول أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد ثم يقول قم وانظر النجف الشريف تعال هذا الذي سنت السنة سبعين ألف منبر تسب علي شفادك وشنو النتيجة قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد ثم يقول تعال شوف قبرك شوية أنا شوف هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربته شيء قل الإمام المالك الأشتار بعد وأشعر قلبك الرحمة بهم دائما خلي يحملون هذه الصورة عنك بأنك ما جاي لتحكمهم إنما جاي لترحمهم لتساعدهم ولا يوجد شيء يقرب الإنسان إلى الله أعمال كثيرة تقرب إلى الله لكن الرحمة فوق كل شيء وهذه الصفة اتصف بها نبينا اتصف بها أئمتنا النبي صلى الله عليه وآله عند خصوصيات الله خصه بها من دون الأنبياء كلهم وحدة خصوصيات كثيرة تأخذ وقت ماكو وقت خصوصيات وحدة منها أن الله أول من صلى على النبي أول من صلى على النبي هو الله يصلون على النبي ثم بعد الملائكة ومن الخصوصيات أن الله وصف النبي وسماه باسمين من أسمائه اشتقر بالقرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين شنو رؤوف رحيم فديوم فديوم قلت للواحد من ذول قلت له شنو رحيم الشر النبي اسمه رحيم قال أعوضه قلت ما تقل القرآن انت اسمين من أسماء الله الله سمى بها نبيه مكومه جهال سمى النبي بالرحمة النبي صلى الله عليه وآله شوف هالمثاله أنهي الحديث النبي شوية عنا شيران جيران المسجد هذا واقف بالباب والرجل وضعا خربط لكن شنو واقف فشاهد رجلا مر وهو يحمل طائرا طائر هذا الواقف بالباب المخربط صاحلة لرجل قال له هذا شنو قال له هذا طائر عندي ضيف وأريد أصنعه طعاما الضيف تأمل قال له ما تقدر تبدله تروح للسوق تشتري غيره قال له ليش قال لأنا أجني الطيور وعندي علاقة مع الحيوانات هذا الحيوان عند أفراخ وطالع يلتمس لهم طعام وينتظروا فأنت راح الذبح إذول يضلون بلا طعام وقد موتون قال له شون عرفت قال له عرفت من العلامات هذا عند أفراخ فأنت تعال بدل هذا قال له لا قال لازم أنت بيش اشتريت قال له عشر دراهم قال له هاي عشر دراهم ووح اشتري واحد آخر أخذ طيّره الله سبحانه وتعالى يرعى الجميل مو إلا ويا ابن آدم جميل هو جميل الجميل اسم جميل طيّره للطائر بعد أبأيام توفى الرجل هذا مات فلما رجع النبي من السفر سأل هذا وين قال له مات يا رسول الله فترحم عليه وتمنى أن لو كان موجودا لجهزه بيده أثارت انتباه الجماعة حول النبي يعني يا رسول الله هذا كان وضعا مو منظام مع الله كذا فالتفت النبي لهم قالهم كم مرة تقرون يوميا بالصلاة الرحمن الرحيم قال له قال له لكذا قال لهم هذا أنقذ الطائر بعنصر الدافع للرحمة رحمة بالحيوان ورحمة بأطفال والله لا يضيع له ذلك قال له هذا هذا وضعت حسا قال حق على الله أن يدخله الجنة الله سبحانه وتعالى لماذا مجد بالإنسان ولقد كرمنا بني آدم شنو الجمال أكو حيوانات أجمل منا لشجاعت عضلات أكو عند الحيوانات أقوى من عضلات كرم الإنسان حينما يكون الإنسان شنو باق من الفوائل فضائل بكلام بنظرات بتعامل ولذلك نحن نقر وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة هذه الرحمة جعلها الله من شمائل المؤمن جعلها الله من الأوسم الذي يتفاخر بها المؤمن أما بالعكس أعداء أهل البيت نزعت منهم الرحمة يشوف واحد ما نجيب اسم لي أن يقولون صحاب على كل يشوف النبي واضعا الحسين على صدره ويقبل شيء يقول للنبي يقول ما تصنع يا محمد عندي من الأولاد عشرة ولا قبلت واحد منهم فقال له النبي وما أصنع بك وقد نزعت الرحمة من قلبك أعداء أهل البيت نزعت شفتوهم يش سووا بعشور أبل يش سووا بالحسين يش سووا حتى بالأطفال الصراع شاي للحسين طفلة ويصيح إذا شك يكون أنا أشرب الماء أخذوه أسقوهما ذاكي قل يا حرملة اقطع نزاع القوم وإذا فجأة الحسين شوف الطفل يغفر على يداه كالطير المذبوح جعل الحسين يتلق الدماء بيده يرمي بذلك الدم نحو السماء يقول إلهي لا يكون عندك أهوان من دم فصيل ناقة صالح تلق 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 حسين دم الطفل بيده شحال يشتل بحضنه وليه دم جال حسين يحمل رضيعه غطاه بغدايه وصل إلى باب الخيم أول من استقبل منه سكين صاح تياب لعلك سقيت أخي ماء واتيتنا بباقي الماء جيب يبو يطف جيب يقولها الحسين هاكي بني هاكي أخاكي مذبوحا هي بجيب يبو يطف جيب من الماء شن شحن صيب وكل غضير يغتدي دغو أمه يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك من على جميع المرضى بالشفاء والعافية أصحاب الحوائج اللهم اقضي حوائجه إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر